طعو الفلاحة أخذ حيزاً هاماً خلال هذا الاجتماع حيث أكد رئيس الجمهورية على احتماد الوسائل العلمية المتاحة من أجل رفع مستويات الإنتاج من الحبوب وإشراك لجان مكونة من المهندسين الزراعيين لدراسة طبيعة الأراضي الزراعية وبالوراة مخطط استراتيجي لتنظيم تخصصات الإنتاج وفي صلب التعليمات التي أزدها سيد الرئيس التوجه أكثر نحو تخصص إنتاج القمح الصلب ومراعاة طبيعة الأراضي الزراعية والعمل على استغلال الفائض في الإنتاج المحلي من القمح الصلب وتقليص الكميات المستوردة من القمح اللين مع مراجعة خريطة زراعة الحبوب ولسيما القمح الصلب كما أكد رئيس الجمهورية على إعداد تصور شامل وواقعي لإحداث ثورة حقيقية في مجال إنتاج الحبوب والبذور مع مباشرة عمل تحسيسي لتغيير الذهنيات في هذا القطاع والعمل على مزيد من التحفيز لرفع معدل الإنتاج في الهكتار الواحي